اشتركوا في القناة وان المس العاشق قام بالتشهد وعطى الوعد والعهد وانه سيخرج وخرج وبعد عشرين يوم او يومين شعرت المرأة كان المس العاشق رجعت الاعراض وتحرشت وغير ذلك المس العاشق من اخبذ الجن من اخبذهم وامكرهم وادهاهم هو دائما يتحصل في الجسد في الاول يصرخ وكذا وفي الحصة التانية ربما يختبئ ويتحصل كانه لم يكون او يقول لك خرج ولم يخرج ربما لا يتحرش بالاخت لمدة عشرين او شهر ثم يتحرش وبعدها هو يصبر لانه هو يؤثر على الجسد كله المس العاشق هو الذي يسببه الاكتئاب والقلع والوسواس والتمريض للمصابة او للمصابة اما الجن العادي دخل بسيحر او بعنو حسد اذا عدمته يخرج ولكن المس العاشق هو الذي يستميت ويتمسك التمسك العمي بالجسد يعني لا يريد ان يفرقه الا بعذاب شديد من المريض او من الراقي لذلك هناك بعض الحيل التي يستخدمها المس العاشق في التحرش بالنساء انه يأتي هنا في صور ازواجهن كي يتحرش بالنساء كي لا ترفضه وتقول الزوجة كيف ان زوجي اتحلم به ويتحرش بي في المنام وهذا ليس زوجك وانما هو المس العاشق يأتيك في صورة زوجك وهناك طريقة اخرى يحتل بها اللعين المس العاشق يأتيك في صورة امرأة يعني امرأة تقبل امرأة وهذا من الصور التي يأتي بها المس العاشق لعنه الله كي لا ترفض الأنت مثلها فهذا من اعراض المس العاشق كذلك يسببها للنساء كي لا ترفضه يأتيها في صورة المرأة فإذا اقترب منها يتحول رجلا أو أنه يقبلها في صورة المرأة كذلك لذلك هذه الحياة كيف تقضون على هذه الحياة التي يستخدمها المسلع عشق وهناك آية واحدة إن شاء الله أقولها للنساء الذين يعانون من يعانون وهناك آية بإن الله تبرك وتعالى للنساء الذين يعانون رغم التحسينات ورغم الآيات التي قرأوها بإن الله تبرك وتعالى يعانون من التعرض من المسلع عشق رمع أنهم اجتهدات يتحرش به المسلع عشق بعد الصبح ورغم التحسين وقراءة القرآن يتحرش بملعانه الله خصوصا المسلع عشق لا يمكن أن تكون له هذه القوة في الجسد إلا إذا كان قديما لا يمكن مسلع عشق يدخل في شهر شهرين عام سنة سنتين ثلاث سنوات يكون بهذا التحرش وبهذا القوة في الجسد وبهذا المكر لا بد أن يكون حافظا للجسد ويتحصل ضد كل الأدعية والقرآن لذلك إن شاء الله سأعطيكم آية واحدة إن شاء الله ستصرفه عنكم بقدرة الله السلام عليم إذا طبقتمها كما هي الآية التي يجب على النساء أن تقرأها كي لا يتحرش بهذا النمس العشق اللعين في المنام وهي من صورة مريم الآية 17-18 بعد أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا المهم على الأخت أن تكررها في المنام سواء بعد الصبح أو بعد العشاء عندما تريد أن تنام تكررها إن شاء الله ما شاءت 21 أو 33 أو 44 المهم أكثر من 21 كي تتأثر بها فإذا قالت هبيني الله تبارك وتعالى ستكون هذه الآية حجابا بينها وبين كل شيطان عاشق يسكن جسدها ويتحرش بها في المنام أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآية اشتركوا في القناة